تريند الأهلي تريند الأهلي تريند الأهلي خلاص اتكلمنا في الجزئية دي مع كريم زميلنا العزيز ومراسل قناة الأهلي وقلنا لحرارتكم كل التفاصيل بتتعلق باللعابين اللي محتاجين يجهزوا خلال الفترة الجاية يوم الأربع مرون يوم الأربع هيشهد عودة قول للعابين المصابين أو اللي بيعانوا من بعض الاجهدات العضلية في تدريبات الفريق وده أمر مبشر جدا وجيد جدا قبل النهائي الأفريكي مش هقول قبل مباراة طلاع الجيش لأن مباراة طلاع الجيش يعني ملهاش نفس الأهمية طبعا بتاعتنا مباراة النهائي لكن هي مجرد مباراة بتجهز الفرقة بالشكل المناسب فبالتالي خلينا نكمل كلامنا من خلال سوبر كور على فيسبوك وبيقولوا إن المسلماني يجهز ودلاء الأهلي للموجهة طلاع الجيش في الدوري واضح كده إن المسلماني استقر على تجربة بعض العناصر اللي ملحقش يجربهم خلال الفترة اللي فاتت بسبب ضغط المباريات وبسبب المباراتي الوداية يعني فبرضو دي استراتيجية مهمة هو قدرة بكل قرار هو هياخده هو جهازه معه من المسلماني لكن في أعتقادي إنه هو هيعمل زي الميكس كده ما بين اللاعبين الأساسيين واللاعبين اللي هما مشاركوش بالهم فترات طويلة يقدر يستقر على مستوياتهم وفي المقابل يقدر يطمئن أكتر على جهازات بعض العناصر الهمة بالنسبة له في النهاية الأفريقية هروح فاصل سريع بعدين نرجعني كم يلا